كلما هاجمتنا والله لا يسعدنا ذلك هني أقسم ولست مضطرة يسعدنا ذلك هذا يعني أننا نرعبكم أننا نخيفكم نحن لا نحمل سلاح ولن نحمل سلاح ضدكم نحن مسالمين وسنظل ندعو إلى التغيير بالسلمية برغم أن بعض الناس بعض الشباب يقولوا لي خلينا بالسلمية لا السلمية هو الوسيلة التي سنستمر بها لأنهم يفضلون العنف العنف بالنسبة لهم أكسجين ونحن نعرف هذا جيدا ونعرف كيف صنعوا الجماعات واخترقوا الجماعات وتلاعبوا الجماعات نعرف هذا جيدا رأي خبرة معاهم في المعركة تقترب من 30 سنة هني قلتها يسعدون هجوماتكم وهجومات الخوانة وهجومات السفهاء وهجومات كل اللي خرجوهم وكل اللي خرجتوهم يسعدنا ذلك هذا يعني أننا نزعجكم نقلقكم نرعبكم هذا يعني تعرفون حقيقة أن الشعب يستمع لنا ليس لأشخاصنا إنما للأفكار التي نطرحها وهي نهضة البلاد نهضة الجزائر تحرر الجزائر استقلال جزائر عدم خضوع الجزائر للقوة الخارجية صغيرها وكبيرها أن لا يجوع الملايين من الجزائريين أن لا يفقر الملايين من الجزائريين أن لا يجد الملايين من الجزائريين لا يجدون سكنا الملايين من الجزائريين لا يجدون عملا الملايين من الجزائريين لا يستطيعون الزواج لا إناث ولا ذكور الملايين من الجزائريين يريدون أن يهربوا المئات من الآلاف هربوا الآلاف رأم يحرقوا وبعضهم رأي موت قبل قليل فقط ننقرها في قائمة الحراقة هذه الأيام يسعدنا هجوماتكم وهجومات أذنابكم وأتباعكم وكل السفهاء المتواجدين كل الخوانة سواء اللي ظهر للناس كأخائن أو اللي مش ظهر يسعدنا ذلك ونفرح بذلك ويدفعنا ذلك إلى المزيد من النشاط ومن الجهد لأن مخابرات إرهابية تسقط المافيا العسكرية وستسقط بإذن الله حتى أولئك الذين خدعوا حتى أولئك الذين خدعوا بالبانديسية وليس البانديسية البانديسية هي رمز من رموز هذا الشعب وليس النوفمبرية لأن النوفمبرية هي رمز من رموز هذا الشعب إنما البانديسية والسكتمبرية التي تخادعون بها وتقسمون البلاد وزواف ما زواف إلى آخره أغلبية الذين خدعوا يرسلونني بعضهم يعتذر بعضهم يقول لك سأسامحونا خدعونا بعضهم يقول لك والله غرنا في أسوأ وضع ممكن بعضهم يقول لك اندمت باقين شوية أذناب وشوية أتباع وخاصة أكثرهم من المرتزقة أتحداكم أتحداكم أن تثبتوا أي كذبة من أكاذيبكم أتحداكم لكننا لن نضيع وقتا حتى بعض الأفاضل النساء ورجال قال لك لو كان غير ترد عليهم لا مش كثيرين لكن مع ذلك اللي يرسلوني قال لك لو كان غير لا 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 مش نضطوا على السوفة ها الشعب جزائر يخرج وقال مخابرات إرهابية تسقط المافيا العسكرية ترد انت على تبون وتبون كي يخرج يتكلم يهدم قاعد هذا النظام كل ما يخطب أو يتكلم مع صحفيين أو يهدم النظام هذا ترد على شنغريحة شنغريحة ذباح كان يختصب الجزائريات ويدبح الجزائريين والجزائريات والشهادات موجودة ترد على جبار مهنة كان ينهب ويختصب ويسرق واسألوا أهل البلايدة وما جاورها شنغريحة أسألوا أهل البويرة والأخضارية وبالعباس وما جاورهم ما يسمى بناصر الجن شهادات حتى من عند زملاء وليه كانوا معا يدي 15 مليون على الراس إذا كان مسجون و25 مليون إذا كان خارج له كي يقتل هذا وجمعت شين يول وجمعت قتل له وجمعت سوفها البلاد اللي يصبح يحكمها شنغريحة وناصر الجن وجبار مهنة وتبون هذه بالطبيعة الشعب لازم يثور بالطبيعة وسيفور قطية خضية وقت فقط أما نحن فقد سلمنا عرضنا منذ زمان لله سبحانه وتعالى أكاذيبكم خداعكم تلفيقاتكم تحت أرجلنا ما نرجوه من عند الله سبحانه وتعالى وما عند الله خير وبعض مرات بعض إخوانا يقول لك والله غير أنا تعبت ورهم يظلوا يسبوا فيها إذا ما سبوكش سوفهاء وما سباتكش العصابات وما سبوكش المجرمين اللي ينشروا الأباطيل إذا ما سبوكش اللي متحكمين في الناس أصحاب الشر أصحاب المنكر ما نعرك لا تزعج إنك لا تزعج كلما هجمت كلما شتموك كلما هاجموك كلما كذبوا عليك كلما أخرجوا دبابهم وصفهائهم كلما أعلم أنك في طريق صحيح الطريق الصحيح يسلكه وتسلكه القلة لأنه له ثمن عندما كنت صغير كنت شاب صغير وكنت نهتم كنت دايما نتسائل في ذهني نقول بيني بين نفسي الله سبحانه وتعالى لماذا صعب الحياة على الرسول عليه الصلاة والسلام بابه مات قبل ما يولد أمه ماتت وهو عمره ربع سنين ولا خمس سنين نحن ما عاش حنا الأب ما عاش حنا الأم إلا قليلا ومبعد جده اللي رباه واللي حن عليه مات وهو عمره ثمان سنين ومبعد عمه اللي رباه وعاش معاه ودافع عليه إلى آخره مات مشركا إلى درجة أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول له بقل لا إله إلا الله قبل ما تموت يا عماه فتنزل آية الكريمة إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء تموت الزوجة المحبة والقريبة والمدافعة عليه لا تموت وهو في الحصار يحاصر يجوع يضرب فطبعا كنت شاب صغير ممكن عمري 14-15 سنة لتنطلع على الأمور هذه وعلى السيرة بيني بين نفسي أشعر نقول لماذا الله سبحانه وتعالى واجهت رسوله وهو أعز خلقه كل هذه ومن بعد يعني فيما بعد حتى اتهمت سيدة عائشة وما زال بعض صفهاء لحد الآن يسبون السيدة عائشة واتهمونها بالإفك ونازلت وآيات تقرأ في سورة النور إلى يوم القيامة على الإفك والمجموعة واتهمة في عرضه واتهمة في لماذا كنت نقول إذن وأنا صغير لماذا يا الله هذا نبيك المختار المحبب لكن هذا الطريق طريق الذين يواجهون الباطل يواجهون الشر يواجهون الظلم يواجهون الطغيان يجب أن يدفع الثمن وإلا الناس كلها الأمور تولي سهلة طبعا أنا لا أساوي شعر في آخر نبي في رأس آخر نبي النوع أمثالي من أحرار لكن علينا أن نعرف أن الطريق لما فيش أشواك لما فيش بهتان لما فيش أكاذيب لما فيش خوانة لما فيش سفهة إنه ليس طريق الذين يدعون إلى الإصلاح والصلاح الذين يؤمرون بالمعروف وينهون المنكر